فضلتك هل هناك أحد في الحياة بلا ابتلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله خير من أعطي فشكر وخير من ابتلي فصبر اللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان اليوم الدين واجعلنا منهم يا رب العالمين الحقيقة دكتور عمر هذا موضوع في منتهى الأهمية في كل زمان وفي كل مكان موضوع الابتلاء لأن الابتلاء زي ما حضرتك دلوقتي سألت ده مكون من مكونات الرزق يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق الإنسان بيدي له كده جملة من الأرزاق المال والجمال والزوجة والأولاد والقوة والصحة وكذا من جملة الأرزاق الابتلاء كل واحد بقى بياخد الابتلاء بتاعه في حاجة معينة الدرس الفلسفي العميق اللي بيكمن تحت هذا السؤال بعته زول قرنين عليه السلام لأمه وهو بيموت حضرتك عارف نزول قرنين اللي ربنا ذكر لنا قصته في سورة الكهف طوف الشرق والغرب ومشارق الأرض ومغاربها وربنا ادي له أسباب يوصل بيها إلى المكان اللي الشمس بتشرق منه والمكان اللي بتغرف فيه إلى آخره لما جيه مدزو القرنين كان عنده أمه بس العيشة فحبيبي بعت لها رسالة يعزيها في وفاته بعيدا عنها فرح بعت لها رسالة قال لها يا أمه إن قدر الله أتاني فاصبري واحتسبي واحتسبي واصنعي على روحي طعاما ضخما ودعي إليه كل أهل المدينة بتاعتنا بس بشرط لا يحضر طعامك مبتلى قولي لهم كده إن احنا مش عايزين حد مبتلى يحضر الطعام بتاعنا فأمه زي القرنين مش فاهمة الدرس لسه ما وصلتهاش الرسالة فرح تعمل طعام ضخم جدا جدا وليما ضخمة وبعتت منادي ينادي في الناس إن أمه زي القرنين صنعت طعاما فحضروا طعامنا ولكن لا يحضر طعامنا مبتلى اللي عنده بلاء ما يجلناش اتفاجأت إن يوم الطعام لم يحضر أحد من الناس أبدا ففهمة الدرس إنك لست وحدك يا أمي في الابتلاء وإنما كل الناس مبتلى وكل واحد بيبتلى بشكل معين وفي حاجة من جملة الأرزاق اللي ربنا أعطاه له بس المهم جدا كيف نستقبل أقدار الله وابتلاءات الله عشان ننجح وما نخسرش الأخرة مع الدنيا وعلشان أخذ الدرجة اللي أضمن بها إن الابتلاء ده رزق جميل جدا ربنا بعته لي ونعمة من الله قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض القوم بالنعمة الله